يتواصل الغضب الشعبي في العراق ألف المحتجين تظهروا في ساحة التحرير قلب العاصمة بغداد رافعين شعارات مناهضة للحكومة وقام المحتجون حواجزة على الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيلي للدموع من قبل القوات الأمنية باتجاههم مصادر أمنية وطبية أعلنت سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحة خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأيام الثلاثة الماضية في وقت نفت فيه عمليات بغداد استخدامها العتاد الحي منذ انطلاق التظاهرات الأجهزة الأمنية العراقية من جانبها رفعت درجة التأهب لمواجهة الاحتجاجات ونشر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تعزيزات وقوات إضافية في شوارع بغداد لحماية المنشآت السيادية مما وصفوه عناصر غير منضبطة هي الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة بقيت التحديات كبيرة أمام رئيس الوزراء أعاد العبد المهدي منذ توليه السلطة رغم إطلاقه للوعود بإجراء إصلاحات موسعة فإنه أمام تحدي آخر لاحتواء غضب المحتجين